السلام عليكم ورحبا بكم معنا في فيديو جديد اليوم اجب انكم احد خبر جيد 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 مفرح بالنسبة الناس اللي كانت عندهم مشكلة انهم يكملوا نوقات الحصول على التقاعد اللي كانت كبير جدا اللي كانت تصلوا الى 31400 اليوم من بعد الاجتماع اللي كان مبين الحكومة في شخص اخ النوش وكذلك مجموعة من نقابة المهنية توصلوا الى قرارات نهائية خرجوا بها بعد انتهاء الاجتماع اللي كان مبينتهم واهم قرار اللي هو محتوى هذا الفيديو انه تم تخفيض وبشكل رسمي عدد نقاط من 3142 الى 1320 وهي نقاط ملاسبة جدا للمجموعة من الاشخاص اللي كانوا يعانوا من مشكلة انهم يكملوا النقاط ويستطعوا الان الناس اللي توصلوا لهذا العدد من النقاط وكذلك استوفوا الشرط الشرط اللي بينها السن التي حد حديدت تقريبا في 60 سنة ان يستفيدوا من التقاعد كذلك جد مجموعة من المخرجات الاخرى من بينها ان الناس اللي ما قدروش انهم يصلوا هذا الرقم الجديد الى هو 1320 نقطة وكذلك انهم يصلوا للسير القانوني اي فاتوا استنعى يقدروا انهم من حقهم انهم يسترجعوا الاموال لهم المتواجدة في صندوق الدمج الاجتماعي بشكل سهل كذلك كان واحد نقطة اخرى فيما يخص هذا التقاعد لو هنا الناس اللي احيلوا الى التقاعد بشكل او باخر عن طريق انهم مرض او او جائحة وغير من الاشياء يستطعوا كذلك انهم يستفدوا من التقاعد بشكل نهائي وبشكل سهل هذه المخرجات كانت مخرجات جد جميلة بالنسبة للناس اللي كانوا يعانوا سواء من النقاط سواء من الاستفادة او ارجاع الاموال لكن هذا الاجتماع كان اجتماع ايجابي 100% بالنسبة للمجموعة من الناس خصوصا في نقطة تجميع عدد الايام المطلوبة والان مبروك المجموعة من الاشخاص اللي كي تعتبرهم هات الخبر خبر المفرحون جدا لنسبة اليهم وهناك تنتهي الفيديو الخاص بنا وارجو منكم دعم فيديو باشتراك ولايك لنأتيكم باخبار جديدة ورسمية ان شاء الله